احكي لك الاول على كهربا ايه حكاية كهربا كهربا بعد المباراة امس اول امس بقى بعد المباراة فارقو كان بيبقى الاهلي دايما بيعمل احماء كده للمستبعدين للمباراة في ملعب المباراة كهربا تكاسل في هذا المباراة وما كملوش ومارس القرار شايف ده او اعرف بدا فابلغ خبيبه بالامر وتم اقاب كهربا بتغريمه 100 الف جنيه كهربا تم استبعاده من المباراة ولم يتمرن في مران النادي الاهلي النهاردة والحكاية بالنسبة لكهربا لها كواليس لها كواليس من يوم مصرح مارس الكولر ان كهربا هو المهاجم التالت في النادي الاهلي ما بعد وسام ومودست وكهربا مش مبسوط حتى لو كهربا خد في بعض الاحيان هو مش مبسوط هو شايف انه كان المهاجم الاول في النادي الاهلي السنة اللي فاتت وكان من هدفين النادي الاهلي وبالتالي ما كانش ينفع يبعد عن التشكيلة الاساسية لو سألتني انا بحترم اي لعب يتدايق او يزعل على مكانه يبقى عنده الغيرة دي ما يبقاش موظف قاعد مش مشكلة بموجود في النادي الاهلي وخلاصه باخد فلوسي مش لازم لعب او ملعبش احب انا اللعيب ده ما بحبش اللعيب اللي بيعمل ازمة لو ملعبش بعنده مشاكل كتير اي او شي واللعيب اللي من النوع ده اللي تحسن ليه عشان تحديدا الاهلي ومعه الزمالك وبرمز الاندي الى عندها عمق في الاسكواد بتاعهم وعندهم لعبين مميزين كتير طبيعي انت بش تبقى موجود اساسي طول الوقت فانت لو ما بتقدرش تستحمل وسط كثير من النجوم انك تبقى موجود على الدكة وجودك ممكن يعمل مشكلة للفريق بالكامل بالمناسبة اه كهرباء عايز يمشي اه كهرباء بيدور على عروض دلوقتي عربية وكدت قلت لكم قبل كده ان مارس الكولر لا يمانع رحيل كهرباء خد بالك من الصيغة لا يمانع رحيل كهرباء دي مش معناها انه عايز كهرباء يمشي بس لو كهرباء جالوا عرض كويس والاقلي عارف يعوض كهرباء في النادي الاقلي بمهاجم اخر كولر ما عندوش مانا طيب لو ما جالوش عرض كويس والاقلي ما عوضش كهرباء كولر ما عندوش مانا انه كهرباء يكمل بس اللاعب تبقى لهذه الظروف اللي هي يا اساس يا بلاش هو عايز يشوف عرض ويرحل خلال هذه الفترة مع نهاية الموسم خلينا نشوف